ماذا حملت الجولات السطة الماضية؟ الجولة الأولى انتلقت في السادس من أبريل من العام الحالي عبر مفاوضين طبعا عبر المفاوضون عن تفاؤلهم بمسار المحادثات إذ تحدثت تهران عن محادثات بناء فيما وصفتها روسيا بالمثمرة بعدها بتسعة أيام عقدت الجولة الثانية من المحادثات حيث ناقش المفاوضون مسألتي رفع العقوبات والالتزامات النووية فيما أعلن المندوب الصينية أن الأطراف تعمل على تضييق قوة الخلافات فيما بينها في الجولة الثالثة تبينت آراء الأطراف المفاوضة بشأن التقدم الذي تم إحرازه ففي حين دعا الأوروبيون إلى تسريع وتيرة المحادثات تحدث كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي عن موافقته على أو الموافقة على رفع غالبية الكيانات والشخصيات من قائمة والمؤسسات طبعا من قائمة العقوبات الأمريكية أما في الجولة الرابعة والتي استغرقت عشرة أيام فبرزا تثاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي في الجولة المقبلة أما في المقابل قالت ديبلوماسيون فرنسيون وألمان إن نجاح في المحادثات ما يزال غير مضمون ولا تزال هناك بعض القضايا الصعبة للغاية وبالرغم من التفاؤل الذي ساد الجولة السابقة إلا أن الجولة الخامسة لم تحقق أي اختراق في القضايا العالقة بين تهران وواشنطن لتتأجل إلى الجولة التالية في الثالث عشر من يونيو انتلقت الجولة السادسة إذ طلبت تهران بالحصول على ضمنات بعدم الانسحاب من الاتفاق وتكرار تجربة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فيما أعلنت واشنطن عن رغبتها في توقيع اتفاق قبل تسليم السلطة للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي رغبة لم تحققها الولايات المتحدة الأمريكية في الملف التفاوضي بات في قبدة الطيار المحافظ في إيران والذي قد يلجأ إلى تغيير الفريق التفاوضي في الأيام المقبلة بحسب بعض التقارير المترجم للقناة